موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة الصف العاشر أهلا وسهلا بكم وموقف تعليمي جديد بعنوان التبادل الجزء الأول أهداف موقفنا التعليمي توظيف حساب التبادل النونية لمجموعة تحتوي نون من العناصر في مسائل حياتية لنرى معا السؤال التالي بكم طريقة يمكن لخمسة أشخاص الجلوس على خمسة كراسي في خط مستقيم لنرى حسب مبدأ العد تتم هذه العملية بخمسة مراحل المرحلة الأولى هي جلوس الشخص الأول أحمد المرحلة الثانية وهي جلوس الشخص الثاني محمد المرحلة الثالثة هي جلوس الشخص الثالث عمر المرحلة الرابعة هي جلوس الشخص الرابع علي والمرحلة الخامسة هي جلوس الشخص الخامس قيس لنرى عدد طرق هذه المراحل عدد طرق جلوس الشخص الأول أحمد هنا خمسة كراسي بكم طريقة تتم ذلك؟ نعم بكم طريقة؟ نعم هي خمسة طرق خمسة كراسي فعدد طرق جلوس الشخص الأول أحمد تتم بخمسة طرق يجلس أحمد على أحد هذه الكراسي لنرى المرحلة الثانية ما هي عدد طرق جلوس الشخص الثاني محمد أمامه أربعة كراسي أي أمامه أربعة طرق فيجلس محمد على أحد هذه الكراسي المرحلة الثالثة ما هي عدد طرق جلوس الشخص الثالث وهو عمر أمامه ثلاثة كراسي فعدد الطرق هي نعم ثلاثة طرق فيجلس عمر على أحد هذه الكراسي عدد طرق جلوس الشخص الرابع وهو علي نعم أمامه كرسيان أي طريقتين يجلس على أحدهما فيكون عدد طرق جلوس الشخص الأخير وهو قيس فقط طريقة واحدة وهي الكرسي المتبقي فيجلس الجميع فعدد طرق جلوس الأشخاص الخمسة حسب مبدأ العد هي نعم خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد وتساوي مئة وعشرون طريقة ماذا نلاحظ هنا عزيز الطالب من هذا المثال؟ نلاحظ أن الترتيب مهم أي أن جلوس علي على إحدى هذه الكراسي هو يتغير من كرسي إلى آخر أي أنه كل جلوس هو طريقة والتكرار غير مسموح به أي لا يجوز أحمد أن يجلس في آن واحد على أكثر من كرسي فهنا نلاحظ بهذا المثال أن الترتيب مهم والتكرار غير مسموح به أتعلم إذن عدد الطرق المختلفة لجلوس الخمسة أشخاص في خمسة الكراسي هي عدد الترتيبات المختلفة لجلوس الأشخاص وتسمى التباديل ويرمز له بالرمز لام خمسة خمسة وتقرأ تباديل خمسة خمسة إذن عزيزي طالب نستنتج أن خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد تساوي مئة وعشرين وتساوي تباديل خمسة خمسة أي أن مضروب العدد خمسة هو تباديل خمسة خمسة تعريف عدد تباديل نون من العناصر مأخوذة جميعا في كل مرة هو نون المضروب العدد نون ويرمز له بالرمز تباديل نون نون حيث نون تنتمي للأعداد الصحيحة الموجبة أو طاستار تباديل نون نون تساوي مضروب العدد نون ويساوي نون في نون نائس واحد في نون نائس اثنان حتى نصل إلى ثلاثة في اثنان في واحد نشاط أجد قيمة تباديل ستة ستة تباديل ستة ستة هي نعم هي مضروب العدد ستة وهو ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد وتساوي سبعة مئة وعشرون تباديل خمسة خمسة هي نعم هي مضروب العدد خمسة وتساوي خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد وتساوي مئة وعشرون وننتقل إلى النشرة التالية لقد خطت الرياضة الفلسطينية في السنوات الأخيرة خطوات واسعة ولعل أبرز دليل على ذلك تأهل منتخب فلسطين في كرة السلة لكأس أمم آسيا في العام 2015 ميلادي فإذا أراد المنتخب الوقوف على خط مستقيم لأخذ سورة تذكارية فإن عدد الطرق الكلية للفريق لأخذ السورة هي نعلم عزيزي الطالب عدد أعضاء فريق كرة السلة خمسة لننظر إلى السورة هناك خمسة لاعبين واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة حتى يأخذ هذا الفريق الصورة التذكارية يقف هذا اللاعب في حيز من لأخذ هذه الصورة حيز الأول الحيز الثاني الحيز الثالث الرابع الخامس فهنا اللاعب الأول قد يقف في الحيز الأول وهذا ترتيب أو في الحيز الثاني وهذا ترتيب آخر أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس أي أن أخذ السورة التذكارية هنا الترتيب مهم أيضا إذن الترتيب مهم ولا يجوز التكرار هل يجوز أحد اللاعبين أن يقف في أكثر من مكان عند أخذ هذه الصورة؟ طبعا لا فيكون الترتيب مهم والتكرار غير مسموح به إذن هذا السؤال يكون ترتيب خمسة أشخاص في خمسة أماكن فيكون عدد الطرق لأخذ هذه الصورة هي ما هي عدد الطرق؟ تكون هي تباديل خمسة خمسة ترتيب خمسة أشخاص في خمسة أماكن وتساوي مضروب العدد خمسة وتساوي خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد وتساوي مئة وعشرين طريقة والآن النشاط التالي بكم طريقة يمكن ترتيب أربعة كتب اللغة العربية التربية الإسلامية الرياضيات الفيزياء على رف المكتبة حتى نرتب هذه الأربعة الكتب على رف المكتبة نحتاج إلى أربعة من الحيز هل الترتيب هنا مهم عزيزي الطالب؟ أضع اللغة العربية هنا أو هنا أو هنا أو هنا؟ نعم كل وضعية هي ترتيب فهي طريقة إذن الترتيب مهم هل يمكن وضع كتاب التربية الإسلامية في أكثر من مكان في آن واحد؟ طبعا لا التكرار غير مسموح ب أي أن هنا عدد طرق ترتيب الأربعة الكتب في أربعة من الماكن على رف المكتبة هي تباديل نعم أربعة أربعة فيكون عدد الطرق هي تباديل أربعة أربعة تباديل أربعة أربعة هي مضروب العدد أربعة وتساوي أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد وتساوي أربعة وعشرون طريقة والآن أعزائي الطلبة المهمة التعليمية نتمنى منكم أن تقوموا بحل هذه المهمة السؤال الأول أحسب قيمة ما يأتي تباديل تلاتة تلاتة وتباديل سبعة سبعة ثانيا بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من ثلاث منازل من مجموعة الأعداد التالية ثلاثة خمسة سبعة إذا علمت أنه لا يسمح بالتكرار في أكثر من منزلة السؤال الثالث أجد قيمة نون في كل مما يأتي تباديل نون نون تساوي مئة وعشرون تباديل نون نون تساوي ستة إلى هنا أعزائي الطلبة ننهي موقفنا التعليمي هذا على أمل اللقاء بكم بموقف تعليمي آخر مع السلامة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر